إذن قضية البعبع حكاية فارغ لما جات ما بعد في فري وبعد ما حدث بينه وبينه وحاولته فيه جابه استشاره السعيد وبدأوا يخطته بعد ذلك بدأوا في الأوين الأخيرة قبل الحركة الشعبي بدأوا يخطته العهدى الخامسة ثم بعد ذلك لما اندلع الشارع بدأوا يخطته كيفاش يخرجوا من هذا المأزق من مأزق العهدى الخامسة خطتوا إلى مجلس رئاسي بدأوا يتصلوا بواحد المعارض في الجزائر تصلوا بأحد أحزاب الإخوان المسلمين تصلوا بمعارض في الخارج وهكذا بدأوا ينسجوا في خيوطهم وبعد ذلك تصلوا باليمين زروال وتعرفوا ما حدث خطتوا لإقالة القيد سارح القيد سارح حد التوفيق وبعد ذلك تم سجن توفيق وشهدتوا كل طريقة إدخاله إلى السجن للأسف الشديد هذه المعارضة اللي كانت في يدها خيوط اللعبة في فطرة معينة عندما كان الشارع منظم ومنهج الشارع قوي الجيش يقول القيد سارح يقول لهم تعالوا خلنا نكون جبهة واحدة المعارضة في تلك الفطرة المهوسة بهاجس بهاجس التوفيق وبهاجس يحيى وبهاجس غيره وبمثل هذه وعصابها الغرور غيره 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 فراحت ده دخلت في دوامة وضيعت تلك أوراق القوة التي كانت بين عادت مجددا الآن لاستعادة حكاية بعبع توفيق أن الدولة التوفيقية قد عادت وأن جناح توفيق سيطر على الحكم واحد يقول لك قضية المعلومة والتحليل هناك من يقول بأن هناك قراء تدل على صحة المعلومة المعلومة المفادها أن توفيق رجع وأن توفيق صار يقيم في فيلته وعاد مجددا بقوة إلى الحكم وعادوا بعبع هذا ومن القراءة اللي يقولوا فيها أن الجنيرال مجاهد عين مستشار عسكري عسكري مستشار عسكري وأمني للرئيس تبون معناها أن هذا اسمعوا ما كان يقول على التوفيق معناها معناها ره مدام مدح توفيق أو قال بأنني أقل رطبة بن توفيق في مرحلة معينة إذن هو من رجال توفيق وأنه أنه خروج جبار مهنة من السجن معناها وكلها هذه كلها فقط من أجل محاولة إقناع الجزائريين بأنه لم يحدث أي تغيير فقط وأنه مثل ما قالوا على أنه أويحيا غير مسجون هناك كان أو قالوا في وقت حتى أويحيا ره موجود في الإمارات آتوا غيروا 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 وعندما ظهر في تلك الصورة قالوا هنا إهانة وهنا هذا دليل على ضعف الدولة كما ظهر في الجناز أو أبدا ويخلطوا ويجلطوا وكل مرة مثل ما حدث مع كورونا كانوا في مرحلة معينة يقولوا كورونا ما كانش وذورك يقولوا الحكومة تخفي الأرقام الحقيقية والكورونا والضرر يخل برح تقول لي الكورونا ما كانشو ورهوا تبون وجماعته هم اللي صنعوها فقط لإيقاف الحراكة الشعبية الأرقام غير حقيقية هذا التخبط الذي يوحي إلى أنه عندما تحس طرف أنه خسر كل أوراقه وأنه الوهم اللي يحطه في راسه لأن اللعبة السياسية تحتاج إلى إذكياء تحتاج إلى دهاء حقيقي تحتاج إلى تحقيق الأهداف بالتدرج لا يمكن أبدا أنك ترمي كل شيء وتريد تحقيق كل شيء ضربة واحدة أعتقد بأن هذا هو الغباء السياسي لدى ما تسمى المعارضة السياسية في الجميع إذن بدأوا يقولوا بأنه توفيق إذن هذه القراءة كل تدولوا على أنه توفيق قادم أقول هلك توفيق تم عنده فطرة سجن وحكم عليه بالسجن وتم استئناف الحكم وقد سيحاكم ما لا أدري متى ولكنه قد يحاكم في الفطرة القادمة سيحاكم مجددا قد يحكم عليه بسجن مخفف لأن القضية التي حكم فيها لا تتعلق بفساد ولا تتعلق بانتهاكات ولا تتعلق بشيء تتعلق بقضية ما سميت المؤامرة على الجيش وكانت الحقيقة هي قضية تأسيس مجلس رئاسي وإقالة القيد صالح وما إلى ذلك هذه الحكاية قد يحكم عليه بثلاثة سنين سجن نافذ قد يحكم عليه بسجن غير النافذ قد يحكم عليه أما أن يخرج من السجن نهائيا يخرج كأنه لا شيء ولو حد ومن دون محاكم قد سيدي ممكن يحكم عليه مثلا بالبراء ممكن يبر ويعود إلى بي لكن أنه توفيق الآن يتحكم في الدولة وأنه عادة وكذا وكذا كلام فارغ كلام صبياني لا يمكن أن يعتد به توفيق لما سجن كان مريض أصيب بوعكة صحية نقل إلى مستشفى بوشاوي عيادة هناك هذه العيادة هي التي نقل إليها من قبل الجنرال بن لصيف الجنرال بن لصيف لما سجن في التسعينات وكان دخل سجن البوليدة العسكري سجن البوليدة العسكري اللي هو أصلا دشنه وتذكر أنا دخلت السجن العسكري لبوليدة وحكوا لي ناس ثم هناك وجدتهم سنوات لما دخلت أنا في في الستة وتسعين في السجن العسكري رقيت ناس قدما كانوا ثم حراس بدوها من من كبران ولقيتهم أجدنات شاف يعني قضوا حياتهم منذ تأسيس لفتح السجن العسكري حكوا لنا كيف كيف جاه زاروا بن لصيف وهو جنرال وكان أمين عام وصل حتى المنصب أمين عام للوزارة الدفاع وقال لهم أنتم صنعتونا فندق قمس نجوم ونبتصنعونا الزنزانة سجن وبعد ذلك لما سجن وضع في زنزانة الزنزانة صارت ضيقة عليه حتى يقول لهم أنه الزنزانة ضيقة فأعطوه زنزانة ينام فيها وزنزانة أخرى يأكل فيها ويشرب فيها ووضعونه مساجين في خدمته وهذا ما حكى هو لي واحد لجودان يسمونه صالح ولا جودان عطلة وغيروا عدة أجودانات تشاف هناك في السجن توفيق كان في سجن البوليدة العسكري سجن البوليدة العسكري في خمسة عمارات على شكل نجمة لما تشوفها من فوق تشوفها على شكل نجمة الـ 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 كان الـ للناس غير المحكومين ومتهمين بقضايا ديزيرسيون الـ الـ الناس اللي محكومين بأحكام مشددة كبيرة وفيها عدة طوابق أعتقد فيها أربعة أو ثلاث طوابق كلها أيضا فيها الـ الـ فيه الناس المحكوم عليهم نهائيا بأحكام مخففة أقل من سنة ونسب الـ الـ أيضا فيه غير المحكوم عليهم والمتهمين في قضايا أخرى غير الانفرار غير الديزيرسيون أما الـ فمحكوم عليهم نهائيا في قضايا أو بقيت لهم مدة أقل من سنة ونصف ويتواجد فيه الآن محكوم عليهم نهائيا ومخصص للخدمات الناس اللي يخدموا ينظفوا يخدموا في المطعم يخدموا في الأشياء أما الناس اللي أقل من سنة ونصف ولا ليس من الخدمات والضباطين يضعونهم هناك المحكوم عليهم نهائيا هذا هو فيه جناح نمشه لما نخرج من هذه الدائرة الساحة لأنه النجوم على شكل خمس نجوم هكذا وفيه ساحة بينهما لما نخرج من ساحة فيه هناك رواق نمشي شوية نجد المطعم قبل المطعم نجد رواق على اليمين لما نكون ماشيين إلى المطعم اللي يأكلوا فيه المساجين نجد رواق على اليمين هناك تدخل تجد فيه زنازين خاصة للأشخاص المحكوم عليهم أو المساجين المهمين هذه الزنازين كان فيها وحدة كان فيها علي بالحاج الفطرة اللي كان مسجون في السجل العسكري وكان أيضا بوم عرافي المتهم باغتيال وقتل محمد بوظياف أيضا كان موجود هناك وعندهم ساحة خاصة كور خاصة فيه شجرة يخرج هناك في الأوقات ولا يمكن رؤيته لا من الزنازين ولا من الزنازين تعمل السجين لا تظهر بغطة تماما بحيث لا يراه أحد ولا يمكن رؤيتهم من طرف أي أحد كان هناك في زنازين واسعة لا خاصة زنازين خاصة هذه للأشخاص الذين يريدون إبعادهم عن أنظار اللي دايهم ميزة معين توفيق الآن قيلة إلى المستشفى لا أدري ليست لدي معلومات هل تمت إعادته أو ما زال هناك في مستشفى بوشاوي في عيادة بوشاوي هذا هو أما حكاية أنه تم إعادته ره في بيته وفي حيد ره هناك ليتحدث أنه نقله للشريعة فقط هذه الناس مهوسين ببعبع قلت لكم من البداية أنه فيه ناس مهوسين بالبعبع وهذا لذلك أرادوا العودة إلى لا يمكن أن تعيش المعارضة أراد خاصة الإسلاموية خاصة لأصحاب الإسلام السياسي لا يمكن أن يعيشوا إلا بهاجس الاستخبارات وفي الجزائر يعيشون دائما ببعب على التوفيق حتى ترتاك لما جاء ما قدروا يعيشوا رغم أنه ترتاك توفيق لم يعذب الناس بيدي لكن ترتاك مارس أشياء كثيرة وأنا التقيت مع مساجين مروا على يدي ترتاك في بن عكنون وفي غير وغير وغير وفي مركز عنطر هذه هي الحكاية